موسيقى صباح الخير أهلا بكم هل هي كرة انفراج أو كرة تأجيل اشتباك سؤال ترح اليوم بضوء معتبرته الصحف تبددا مفاجئا للغيوم السوداء في سماء أزمة قانون الانتخاب بعد خطاب نصر الله وما سيقوله الرئيس عون في جلسة مجلس الوزراء اليوم بعدما ابتعد نهائيا احتمال التصويت ما هي الخيارات اعتبارا من اليوم هل ابتعد التمديد وابتعدت معه جلسة 15 أيار وباتت المهلة الأخيرة في 19 حزيران هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي الأستاذ ربيع الهبر ناشر موقع ليبانون فايلز ومدير عام شركة ستاتيستيكس ليبانون أستاذ ربيع صباح الخير أهلا وسهلا بك الخميس الماضي تماما على صفحتك على الفيسبوك كتبت ما بعد 15 أيار 2017 لن يكون كقبله وما بعد بعد 15 أيار لن يكون كما بعد 15 أيار اليوم نحن عم نشوف الستيتس على الهواء بعد أسبوع تماما هل تقدر تقول بعد نفس العبارة أم أن الأمور تغيرت لا لم تتغير لأنه مصر في شيء حقيقي وشيء واضح يؤدي إلى الوصول إلى قانون انتخاب ويلي موجود هلأ أنه عرفنا واتفقنا كلنا كالبنانيين أن الموضوع مش موضوع تقنية اللي كنت أنا أقوله من زمان مش موضوع نطرح أفكار ونطرح مشاريع قوانين ونطرح حلول تقنية الموضوع موضوع توافق سياسي غير متوفر حتى اليوم غير متوفر حتى اليوم اليوم نحن بمأذى كبير تشبه شوابق بعديدة منها تكون لدى المسيحيين والأطراف السياسية المسيحية خوف من أنه يكون ما خسروه بعد 13-1990 وما خسروه في اتفاق الطائف وما تابعه من قوانين مشحفة قام بها الاحتلال السوري على مدى سنوات ضد المسيحيين مش اللبنانية عملوا ما قام به الاحتلال السوري ضد المسيحيين على مدى سنوات قد تكرس بفعل الزمن أنه تكرس عدم حصوله على حصتهم من المقاعد الانتخابية تكرس أو تكمله اليوم وصايا أخرى لا تكمله وصايا أخرى عملك أنه تكرس مع الزمن وأصبح من يعني بتعود واحد صار في عادة وصاروا الأطراف كأنه عم يعطوا شيء من خصتهم ملكهم يعني اليوم في عنديك 104 مقاعد بسيطروا عليها المسلمين لو كانت مقاعد مسيحية أو مسلمة ولكن بسيطروا عليها المسلمين بفعل قوانين مشحفة وتوزيع مقاعد مشحفة وقوانين تجنيس مشحفة و24 مقاعد بسيطروا عليها المسيحيين هل يجوز؟ هل يجوز أن تكون طائفة يبلغ عددها 3.5% عندها 13 مقاعد وطائفة عندها 37% أو 36% عندها 24 مقاعد من تقصد طائفة الدرزية؟ أنا مع أنه أنا مش ضد أنه تكون طائفة الدرزية الكريمة ممثلة هي من صميم لبنان ومن صميم تأسيس لبنان لو ما كان فيه طائفة الدرزية واتأسس لبنان ما كان تأسس لبنان حدثتك متابع لهذا الملف عن أرب من بعد كلام الأمين العام لحزب الله وما يمكن أن يقوله اليوم الرئيس عون اليوم الصحف شايفت فيه تبدد شوي للغيوم السوداء لا تتفك لا تتفك معها ما فهمت ليش فيه طائفة إنه اعتبروا أنه فزب الله بموقف في السيد نصر الله تراجع عن تمسك بالنسبية الكاملة تراجع ليعطي فصحة فصحة أمل هذه ولكن فصحة الأمل ليعطي فصحة أولى يضيع أكثر لا لا أعطى فصحة أمل حتى ما تكون سوداء ولكن فصحة الأمل لا تعني حل والرئيس نبيه بالركال دايما الثنائي الشيعي فيه هيكة مثل أوركسترات فيه أوركسترات لعبة ركال لعبة ركال بس أنه مبارح كمان رئيس بالركال أنه ما رح نمضي بقى لمجلس نواب فإذا هل عطيه فصحة أمل أرادوا أنه يعطوا فصحة أمل ولكن فصحة الأمل لا تبدد المخيص رموا الكرة هنا في ملعب من تحديدا هني بيقولوا أنه رموا بملعب المسيحيين ولكن الكرة ليست في ملعب المسيحيين في ملعب جميع المسؤولين السياسيين أنا ما بقى بقبل أو ما بقى كمواطن يعني وكناس لازم ما بقى يقبلوا أنه ينرمى قوانين انتخابية لازم يطالبوا ومش أنه تحلوا بمجلس وزراء بدون يطالبوا أنه يقعدوا القيادات الثمانية بس يقعدوا القيادات الثمانية اللي بيمثلوا مجلس نواب تنحلوا وبيتفقوا مرات الماضي وقتا نحلت بالدوحة كيف نحلت نحلت من بعد سبعة أيار من بعد ما خسر فريق على الأرض وربح فريق على الأرض راحوا على الدوحة بس راحوا برعاية دولية على صيغة الرئيس صائب سلام بسحوا بالدقن ولا غالب ولا مغلوب وكلنا ربحانين اليوم بتحل المماثل نحن اليوم نفتقد إلى راعة دولية مرات الماضي كان في عنا رعاية من ست دول نعم ست دول اليوم ما حدا بقلوا فينا ربع رعاية هذا الاتفاق بما فيهم سوريا كان بعضه أوي بشار الأسد وبيمون وكان فيه إيران وكان فيه أمريكا وقطر والسعودية وكان فيه عدة دول كانوا ست دول وفرنسا كانوا دول كبيرة وفاعلة وقوية نعم قدروا يفرضوا هذا الحل ولوما وقت الرعاية القطرية ما صارت لص الوزير مشنوق اليوم بيقول لجريدة الأخبار أن الفراغ ممنوع بقرار إقليمي ودولي رفض الإفساح عما يملكه من معلومات وأكد وجود مثل هذا القرار كان هنا تذكرت الأخبار أنه نفس العبارة آلة قبل انتخاب الرئيس عمون وقدت إلى ما قدت إليه بس خليني خبرك أنه مبارح بالتحديد بلش تحرك دولة جدية عم بكشوف صر هلأ نعم من أجل نعم بلش تحرك دولة جدية وخصوصا في البلد المتحدة تجري اتصالات رفاعة المستوى لتسويق انتخابات سريعة في لبنان على أي أساس؟ على حيال الأساس يعني؟ يعني في ضرورة ملحة أنه ما يصير في فراغ في لبنان وممنوع يصير في فراغ تحت أي عنوان والاتصالات تجري على أكثر من صعيد وعم يستعينوا بإيديهم طيب بمعطيات بمعطيات على أي أساس يستوي أي مسعى أمريكي بظل اليوم الكباش بالمنطقة الدائر سيصل المسعى قريبا يعني بيخضون أسبوع إلى الدول العربية وإلى أوروبا وسيكون في مسعى توافق دولة لعدم للحقول دون الفراغ أين إيران من هذا المسعى؟ أليست فاعلة؟ نعم إيران فاعلة إيه إذا ما صار في حكي معا لا أمل يرجى من المسعى؟ لا بيصير فيه لا أنا برأيي ما بيصير فيه فراغ لأنه لازم فيه ضرورة أنه إيران تقبل يمكن هلأ وعندها مشكل يصيروا الانتخابات على أساس الستين ولكن الأطراف التي ترفض الانتخابات اليوم هي الأطراف التي ترفض الستين وإلا ما في حجة لعدم إجراء الانتخابات على أساس قانون وإن كان في حكي اليوم يعني إشارة لكلام البطريارك الراعي رح أصله بسياء الحلقة يعني فينا نقول من خلال كلامك أستاذ ربيع أنه العبارة اللي قيلت على أثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلكشن ناو رح تنقال مرة تانية وإن كان الظرف مختلف إلكشن ناو أنا يعني عيشت المرحلة وعيشت عن قرب وبعرف كيف تتخذ الأرار وعاي مستوى تتخذ الأرار نفس الشيء نفس الوجه الشبه اليوم نحن كتير قرب ولكن لا مش هلقدة بوقتها إلكشن ناو لأنه تضح للعديد من صانعي القرار الدولي أنه المعارضة ستحظى بواحدة وعيشة 70 مقعد من مقاعد البرلمان وعلى هذا الأساس تغيرت دغري تغير القرار الدولي ورحنا على انتخاباته بوقتها يعني ما عم بيستشيروك هلأ الصناعي القرار الدولي مين بده يحزع أكثرية مقبلة بمجلس النواب ما عم يستشيروني مين بده يخد أكثرية لا بس عم يستشيروني لا يبنوا على الشيء مقتضى عم يستشيروني بالواقع الشعبي أكيد رح نحكي عن أرقام الواقع الشعبي ولكن مش واقع الشعبي بما يختص بنتائج المتخبات برغبة اللبنانيين إذا بدن انتخاب نعم بدن اللبنانيين حكما خلينا نشوف بدوق انتهاء المهل وتأكلها واحدة ورد تانية من بعد ما كانوا يقال انه 15 ايار هي لحد الفاصل اليوم كل حديث انتقل ل 19 حزيران كاريكاتور أرمى حمسي بالنهار القادة اللبنانيون في باخرة تغرق وتوق النجاة فيها مكتوب عليه أنون الستين أرمى حمسي أصاب بهالكاريكاتور اي يعني انه ما في إلا أنون الستين اليوم بحل المشكل أنا برأيي نحنا رايحين إلى مكان آخر ومجهول مش أنون الستين معدلا كما يقال مجملا إذا أنون الستين فيك تعملي شغلة بسيطة بتغيري روحية أنون الستين انه تعملي لوقح مطبوعة سلفا أو فيك كمان تغيري تعملي شيء أهون من هيدا الشيء أنك تعملي one man one vote one person one vote ولكن لا يقبل لا تقبل أطراف سيسي لأنه تلغي المحادل هيدا الشغل يعني المسيحيون كما المسلمون ما بيقبلوا كلهم ما بيقبلوا لأن طيار المستقبل بيبطل طيار المستقبل بيصير عشر نواب والطيار وطني الحرب بيصير عشر نواب والقوات البلدانية ممكن تصير نيبان أو ثلاثة ساعتها مين بيصير فيه مين بيوصل بهال بموجب one person one vote في كتير زعامات محلية بتوصل يعني اليوم ما يجري هو تما قلت واتق اتفاق على قطع الطريق أمن تلك الزعامات من قبل الجميع بيبطلوا آه أكيد بيبطلوا يضحشوا العالم المرشحين أنه يروح يفوتوا بلاوايح بيصيروا عقسمهم يربحوا أنا ساعتك كيف بضمن أنه الوزير زياد بارود الوزير الأسبق زياد بارود ايه ما بيكون رأس اللائحة رأس المرشح المقترعين المقترعين في دائرة كسروان إذا عملت one person one vote ما في شي بيضمن أنه ما يكون هو الأول بدائرة كسروان وفي غيره كتير 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 خاصة بكسروان عم ينحكي عن أسماء بجبال بالكورة بزحلة بزحلة بمئة ألف مطرح بما بتضمنه بقى أنه حدا ما يكون رأس لائحة وما تجي لوائح كبيرة من المستقلين ببعلبك ببعلبك والجنوب ما عم ينحكي عن حدا شلو كان كمان مع هذا أول شي ينتبق على بعلبك والجنوب في شخصيات طبعا شو ما في شخصيات مستقلة بالطائف الشعية خارج نطاء حزب الله وحركة أمل وما في شخصيات سنية خارج نطاء الأحزاب الموجودة أو خارج نطاء طيار المستقبل في كتير عند الكل في كتير ويقمعون هذا القانون يلي هذا القانون ممتاز قانون 60 أنا برأيي إذا بيضبطوا توزيع المقاعد يرجعوا يعيدوا النظر بتوزيع المقاعد ما بده كتير مثل ما قالوا الوليد باك ما هيك ببداية الأزمة ما بعرف شو قال الوليد باك قال إنه مع بقاء الستين مجملا أو معدلا فيوني عدله مش مجملا مش عملية تجميل عملية تقويم يعني فيه إعوجاج لأنه الستين بس الأهم من كل هيدا الشي يجوا يشيلوا لوائح اللي بتنعمل تحت الدراج يعني مش في الدولة ما فيها قوائم مطبوعة سلفا بيروحوا بتحت الدراج بجيب مكانة فوتوكوبي أو برينتر صغيرة ومكانة قص وبيبلش بطبع بهاللواقح وبعلمها هيدا دفعتله صوتوا هيدا دفعتله لك عايب عن جد عايب شو هالبهدلة إذا نحنا بلد وناس منحترم حالنا وإذا فيه سلطة بتحترم حالها ممنوع تعمل انتخابات بقوائم مطبوعة من قبل المواطنين الموزعة لازم كل واحد بيحمل ورقة مطبوعة يتوقف يتم توقيفه هلأ رح أرجع مرة تانية لتقانيات أو يمكن الإصلاحات بقانون الانتخاب بس بالنسبة للموقف السياسي اليوم في جلسة لمجلس الوزراء رئيسية النهار تقول أن الرئيس عون رح يحدد بمطلع الجلسة توجهاته من الأزمة بضوء موقف رئيس بري الأخير موقف الأمين العام لحزب الله وغيره التصويت ما بقى ما تروح اليوم بالجلسة ما هيك؟ وخلص موقفين رفض التصويت من عدة أفريقاء يعني حزب تقدم الاشتراكي كان رافضه شو بعد كيون هدهروا برات الجلسة يعني ويصوتوا عليهم وحزب الله رفض التصويت ومن شانا هيك يسقط التصويت يسقط التصويت بالكامل عماد مرمل بالديار شايف بما أنه الاشتباك أخذ رائحة طائفية كريهة ويعطي انطباع بأنه أزمة القانون شعية مسيحية من المفيد أن يلتق الرئيس عون والرئيس بري بتشاطروا هالرأي؟ من المفيد أن يلتق الرئيس عون والرئيس بري وأنه يناقش وبالعمق حل هذه الأزمة علما أنه اليوم في حلف دو فاكتو أخذ بعد طائفة الأزمة؟ لا، ما بتاخذ وأي نوع من الطائفة؟ رحل اللي بيسقط عننا البعد الطائفة هو الحلف دو فاكتو الواقعي الشراكة الواقعية القائمة بين الرئيس ميشيل عون والرئيس ساعة الحريري نحن اليوم قدام حلف واقعي بين احنين حلف واقعي أثر نقزة لدى المكون الشيعي؟ فاليوسر ما يوسر أي طلاقة بين اللبنانيين ما لازم يصير نقزة من حدا فاللي نضم إلى هذا الحلف من يرغم بالانضمام بعتقد اتنان قلبون كبير وبساعة كل العالم نعم، يعني الحل بالجلوس معان؟ الحل بالجلوس العماد، رئيس العماد عون والرئيس نبيل بره مثل ما قلت لها الزعمة الستة أو؟ طبعا، الزعمة الثمانة الزعمة الثمانة ثمانة؟ بس يقعدوا سوى الرئيس بره والرئيس عون تنحل الأزمة تقرب وجوهات النظر ويبدو كمان أنه اللقاء منه بعيد بين الرجلين عندك معلومات على هذا؟ لا، لأنه بس أنه هيك تنحل وما لازم يطولوا لأنه إذا كل ما طول هذا اللقاء كل ما نحن أمام أزمة جديدة أداش صحيح أستاذ ربيع أنه التوتر بين الرئيس بره والرئيس عون منعكس لدرجة كبيرة على الكواعد الشعبية التوتر بين الرئيس بره والرئيس عون لن ينعكس خلينا نقول مع الوزير جبران بسيل كمان بين أثناء الشيعي والوزير جبران بسيل لن ينعكس، رح أقول لك لاش لن ينعكس لأنه فيها الأدى ارتياح بين التيار الوطن الحر وحزب الله والارتياح بين التاريس طبعا ما يزال وكلام سيد نصر الله اللي اعتبر الرسالة للوزير جبران بسيل مباشرة يعتبر ما يعتبر ولكن الشارعين متحين يمكن حديث سيد نصر الله والرسائل المبطنية اللي بعتها غير كافية أنه تخلق جو مدوتة لأنه ما تقل الدوز بالمقابل رجع قالتين نهار الوزير بسيل لأنه نحن يلي بقدم دم مش مثل يلي بقدم حرامات وخبز بالحرب يعني نعم، هون عم بميز بين السناء الشيعي مش عم بميز بين السناء الشيعي بس عم بقول أنه هن حلفون استراتيجي نعم بعدين أنه متل ما يقول يعني متل ما يقال يعني أنه لا فضل على العربي اللي عربي على أعجم إلا بالتقوى اليوم اتنانهم عندهم نفس الأهداف يعني بالستراتيجية الكبرى مين؟ طيار وطني الحر ولا؟ شو الهدف الاستراتيجي الكبير؟ هنه هدف استراتيجي؟ يعني بيعرفوا يعني باستراتيجيات العامة بموضوع مقاومة إسرائيل وكذا ماشيين على نفس الاتجاه وبالبروتوكول اللي مدينه وبالإشياء العامة بعضهم ماشيين هلأ بالإشياء صغيرة اختلفنا على التفاصيل بتتزبط التفاصيل تفاصيل اللبنانية تفاصيل الداخلية يعني ونحن كل مشكلنا بأنه ديجي داخلية حتى ما نقلك أنه la vie en rose بأي حال يعني صار فيه لاحظ اليوم مثلا الكتاب ويعني مثل وكأن هالسجالات في لبنان وكأن لبنان جزيرة بعزولة عما يجري في الإقليم أنه اخدين مداهن الزهوة اللبنانية بهذا نحن بأزمة اقتصادية كبرى والهم من معيشة ضاغط والأهم من الهم من معيشة الوضع الاقتصادي الخطير جدا يلي نحن اليوم فتنة فيه ويلي نحن على شفير الهاوى الاقتصادية ونحن اليوم النزوح السوري يكلف اللبنانيين ترى وات طائلة جدا يعني مع أنه نعرف كلنا أنه الوضع الإنساني طبعا النسحين السوريين خطير جدا ما حدا فيه تغضى عنه ولكن هيدا أزمة مثل ما تعصف بالنسحين السوريين وهنا موجودين كاللاجئين عننا كالنسحين عننا نحن كمان عم تعصفنا أزمة بسبب وجودهم أزمة اقتصادية كبرى نحن عم بكلفنا وجودهم مليارات دولارات نعم طالما أشرت لأزمة النزوح مبارح بعد نشر تقرير وأرقام عن وجود 300 ألف أمرأة سورية حامل سيلدنا عفوا خلال العام الحالي قامت القيامة ولم تقعد ولكنك أيضا على صفحتك على الفيسبوك بتقول لا يجوز تحويل الواقع بهذا الشكل وأنا العليم بهذه الأمور يعني الرأم منه مصبوط الرأم مش من رمى بهذا الرأم من يرمى من يرمى ولكن حرام 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 بس ليش ولا ممكن أنه هاي ده هي العنصرية بحد ذات حرام المارس هالكلام لماذا إذا عم بيرمى اللي عم يعملها لوضع يعني مشكل لخلق مشكل بين اللبنانية والسوريين مش هيك بنخلق مشكل حرام ينخلق هيك مشكل ما لازم يكون فيه مشكل بين اللبنانية والسوريين مش لخلق مشكل بقدر ملأ استخدامه بالسياسة كمان مش كله يوسياس بس ولا ممكن أن يكون فيه عندنا 300 مرة حامل قدرش رقم الحقيقي إذا هلأ فيه 300 مرة حامل ما فترة الحامل هي 900 ألف 9 شهر مزبوط 300 ألف 9 شهر 300 ألف يعني على السنة على 12 شهر عندك 400 ألف إذا هيك نعم يعني بيكون لمعدل 400 ألف مزبوط قداش الرقم الحقيقي الرقم الحقيقي بيكون يعني ماكسموم ماكسموم مش 30 ألف وهو رقم طبيعي بس يكون 300 ألف معني كل النساء نازحات نازحات أعمر يعني عمر الحامل وعمر الإنجاب ما بيتعدوا يمكن 300 ألف 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 أنه كلنا وحوامل ما زمتتوى لها واحدة مش مزبوط هيدا الكلام لأنه النازحين السوريين ولدوا 76 ألف باعتقا هناك تقديري من الألفين وتناس أنا كتير بيشتغل بهذا الماضيع وقريب بهذا الأرقام طبعاً من ناس حين السوريين كل يوم بيشتغل بالداتا أنا مني بعيد عن الداتا مش عم بتعضى على شغلي أنا مش شغلتي مش مصلحتي كل يوم عندي دراسة عن السوريين وبعرف شو ما هو الواقع السوري وواقع النزوح السوري لها دي طالب 76 ألف ولادين وهلأ بتسعة شهر فائقوا كلهم يحبلوا ويخلفوا بتسعة شهر لأنه بالبنان استاذنا بيعني كل شي بيعني بينزت بفترة معينة لاستخدامه أو استثماره بالسياسي لألك حوالي 53 ألف ولادين رح بيكون عندنا كنا مقدرين بهايدي السنة نعم بس مش 300 ألف لك شو هلما 300 ألف يعني 400 ألف لأنه إذا هلأ 300 ألف تسعة شهر يعني على 12 شهر رح بيكونوا 400 ألف يعني ينتبوا اللي عم بيطلعوا هالخبرية شو عم يحكوا ما يحكوا شي ما قالوا طعمة هيدا حكي ما قالوا طعمة خلينا ناخد بريك بعد مباشرة بدنا نستعرض هيك أرقامك شو بتقول عن نتائج الانتخابات بغض النظر يعني أو وفقا لأي قانون كمان لحظات ونعود نعود لمتابعة الحلقة مع الأستاذ ربيع الهبر كاريكاتور أيضا ببداية القسم الثاني نبقى بالموضوع الانتخابي إنها بزوايا أو رواحي أخرى كاريكاتور غانب ببداية هالقسم مستوحى من تعدد الأوانين المطروحة اللبنانية ضايع بمتاهة الأوانين بين الستين والتأهيل والنسبة والأكترة والمختلط يعني أولا كخبير بهذا الموضوع أي قانون غير الوان بيرسون وان فوت من بين اللي عم ينطرحوا جديا يعني اليوم عم ينحكى عن العودة لقانون الوزير مروان شاربل عم ينحكى عن الإبقاء على الستين مثل ما هو يعني أي قانون هو الأقرب للواقع يعني بدون إنه ما نكون كتير لا اللي في وقتها توافقوا بكركة على الخمسة عشر دائرة مش فحيح إنه المسيحيين هلأ رفدينه يعني قانون الوزير مروان شاربل لا هو مروان شاربل في طبع دياد بارود في طبع مروان شاربل مروان شاربل 13 دائرة 13 دياد بارود 15 هنه مش مظبوط إنه المسيحيين رفدين يرجعوا على الخمسة عشر أو على 13 دائرة حسب الله ما قبل نعم يعني الطرف السنائي الشيعي هنه مش قدامين يرجعوا على خمسة عشر دائرة أو 14 دائرة تربدون عشرة أو 11 دائرة هذا أكثر شي بيقبلوا له بيقبلوا فيه أو هنه عم بيقولوا إنه على المحفظات التقليدية هلأ أنا برأي أفضل قانون عفوا إذا بصير اتفاق عليه هون في صعوبة لحتى نقصمه هو قانون قوانين الدائرة الفردية نزغر الدوائر ما عم بيقبله يقال إنه هيك قانون بيجعل النائب مثل المختار يسهل شراء الأصوات أكثر بيصير لأكثر تعصبا بيوصل إنه ما بيشتروا بالقضاء يعني طبعا قضاء ما عم يشتروا ما عم يشتروا ما عن العصبية المذهبية زيعتها ببطلوا يقدروا يعملوا لواح ببطل الأحزاب فيها تسيطر على اللعبة مظبوط نعم بس نفس الشي 128 مقعد عم يرجعوا ينشروا بالجملة هلأ يخلوين يشترون بالمقرق إذا بيقدروا يشترون ما حدا ما بيقدر يشترق إيرات اللبنانية لك تعلمت شغلة نعم إنه بالانتخابات حقيقة تعلمتها خطت انتخابات كثير وعملت انتخابات كثير المال السياسي لا يشترق الأصوات آخر شي العالم بتعمل أناعتها تقبض وتعمل غير شي كل العالم بتعمل لأنه كل الاستطلاعات اللي عملتها ليش كانت تصيب ولا استطلاعات لم تكن تتوقف عند الرشوات لن تتوقف عند الرشوات الرشوة الانتخابية لا تؤثر عملت انتخابات جونة قلت 70 صوت فرق إجا 70 صوت انتخابات لقى هوا معارك انتخابية نعم معارك تلقبية طب قبل بجمع تاني بكتيريلي ما حدا ندفع رش 46 صوت إجا 47 صوت اليوم بغض النظر عن القانون الانتخابية جزيين دا نعم إجا فرق 13 صوت وعدة على انتخاباته على دواير وكلهم يجوا مظبوطين لا ما صار فيه الرشوة كلهم صار فيه رشوة انتخابية ولكن الرشوة لا تؤثر خلاص نعم هادي بعض منه صوت ضده هادي مظبوطة طلع طب بغض النظر عن القانون استاذ ربيع إذا صارت الانتخابات مين البلد أو مش البلد المنطقة النجمة يلي رح تكون أنا برأي في عنا أم المعارك هل هي فقط كمان عند المسيحيين كما يحصل في كل مرة ايه حكما عند المسيحيين ولكن عندنا معارك من البترون من صغرتها صغرتها كورة بين مين ومين باترون جبال كسروان متنب عبدة زحلة جزين ستشهد معارك بين من ومن يعني ممكن تكون بين السناء المسيحي والأطراف الآخرين وممكن تكون بين السناء المسيحي ضد بعضهم وحلفاء يعني على القطعة بهذا المعنى التحالف لن يتمدد على كل لبنان متل ما صار بالبلديات على القطعة أنا رأيي يمكن على أقل من القطعة لأنه مبارح بلشنا نقرأ مثلا بالنسبة للمتن أنه مرشح الطيالة المقعد الكاتوليكي هو يقرب النائب قلب الشارع شاعر ومعنى قلب الشارع كمان المعنى في قلب الشارع وقلب الشاعر عم إليك أقل من يعني يلي كان عم براهن على أنه سناء المسيحي رح يصدم ببعضه كان مزبوط لا أتوقع أن يكون هناك تحالف بين السناء المسيحي كامل سيكون هناك مسير يمكن تبادل أصوات بس مش تحالف بمعنى التحالف والكوة المسيحية يلي ستنفرت بواجه أصناء المسيحي كيف رح يجمع تجمع ضرورة المصيب إذا بدنا نقول مش ضرورة ولكن ستكون ضرورة لأنه ما بيتدخلوا يعني الكتائب منهم موجودين بصغرطة يمكن بيتقاطعوا هنه والمرضة بمنطقة واتنينهم مش كتير قوية فيها هي البترون عرفت وأنه بيكسروان فيه كتائب موجودين المرضة مش موجودين والمتن أو بزحلة كتائب موجودين المرضة مش موجودين أو مثلا بزحلة المرضة موجودين كتلة الشعبية موجودة عرفت كير يعني بيتقاطعوا مطرح موجودين كتلة الشعبية ما في يقاطعهم مش شي بيكسروان أو بيجبان بزحلة رح تشكل مفاجأة وإذا اتفق السنة والشيعة بزحلة الصوت المسيحي بيرجح فوث لائحة من اللوائح هو صوت سنة 47500 مقعد صوت سنة هنة رح يحسبوا المعركة إذا كان وفقا لأنون الستين نعم بس أنا بدي أقلي إذا عم نحكي عن قوانين الانتخاب استطرادا في المسودة اللي قدام الحزب تقدم الاشتراك للأنون المختلط وأنا بحبز الأنون المختلط لأنه فيه سهولة الاتفاق عليه هذا الأنون الوحيد الذي هو يجمع بوحدة معاييره كل المائع عنون الاشتراك طبعا أنا ما حبيته الأنون بنتائجه لماذا ما حبيته بنتائجه لأنه ما بيعت المسيحيين بالدنيا ولكن بالشكل هو العادل هو القانون الوحيد الذي لديه وحدة كاملة من المعايير كاملة 100% أنا رأيي إذا بدون ينطلقوا من مطرح يجيبوا أنون قدموا الحزب التقدم الاشتراك مع تحفظه عن نتائج طبعه ليناقش ليكون مسودة نقاش بس يستعملوا ليكون منطلق لأنه هيدا أنون فيه وحدة كاملة بالمعايير وما حدا أنت يقول عنه أنه غير متواجم بعد فيه وقت لا يجو يجمعوا يقعدوا يبحثوا يعني 8 سنوات لم تجدي نفع بعد فيه وقت وهوني قداش بتشوف أنه الرئيس عون مثل ما انكتب اليوم ما راح يقبل يمرق العام بدون أن تجري الانتخابات يعني سألني حدا مبارح قال لي عمين متكل دخلك العمان عون كله ما بار قال لي أنا حاسه متكل أحدا تقول له تعرف عمين متكل قال لي عشوه تقول له متكل على إيه الاتكل على 88 عمان عون مش متكل أحدا متكل على قدرة الممانعة يلي عنده طيب بس بال88 كلنا شفنا كيف انتهت الأمور بس الإنسان بيحاول عليك الحق فهوني فيه المحاولة هي سيدة الموقف ولكن المبدأ الأساسي أنه لم يعد مقبولا أثار بقانون 60 لم يعد مقبولا إجحاف المسيحيين والعبرة فلتكون هيدا اختبار للنيات النيات بيقول اليوم الشيخ سامي الجميل كتب مقال بجريدة لوريون الجور من بين هيك أخذت مقتطف من المقال بيقول التغيير تبدلنا صعب من فوق ونحن اخترنا أن نغير عبر اللبنانيين وبواسطة اللبنانيين يلي يوم بعد يوم عم بفرجوا شجاعة أكثر بقدرتهم على التحرر من التقوقعات أو من الاستفافات هون المجتمع المدني يمكن أريهان عليه بالانتخابات لإحداث صدمة ربما أو أختلف نعم لأنه كلهم أصدقائي وبحبهم وبحترمهم وبعرف نوعيتهم ولكن أنا لا أراهن على مجتمع مدني في بلد 60% من جمهوره التابع السياسية أنا بعرف شو الوضع كيف الولايات السياسية استنتاجك من وراء التحركات اللي صارت حتى اليوم على خلفيات مختلفة من وراء الداتا اللي عندي من وراء داتا يعني حجم المجتمع المدني منه كبير طبدا كتير صغير إذن عندما يحكى عن مثلا بس يصير في معركة جدية كل واحد بروح عند جامعته طبب بس مثلا لناخد كسروان وقت اللي بين حكى عن محافظ الألقاب زياد برود وفريد هيكل الخازن ونعمة فريم وغيرهم بس ما انهم متحذبين ولا مصطفين زياد برود مش يعني مجتمع مدني يعني مجتمع سياسي مستقل طب إذا بدنا نقول بدنا نميز بين مجتمع المدني والمجتمع السياسي يمكن أحد أوجه المجتمع المدني هو الوزير زياد برود بكسروان نعم ويلي هو صاحب أكبر شعبية بكسروان يعني أصبت نقول اللاحز بيه مش المدني يمكن البيوتات السياسية نعمة فريم اليوم من أحدى أكبر الشعبيات بكسروان من أكبر واقويها ولكن هل نعمة فريم يمثل مجتمع مدني؟ لا يمثل اقتصادي يمثل شخص يعني ضليع في السياسة وشخص يتعاطل شأن العام بأوجه عدة بعدة مطارح وبعدة اتجاهات وبعدة أشكال وهو بصلب العمل السياسي وبصلب العمل الاجتماعي وبصلب كمان الأشياء المحددة يعني رئيس المؤسسة المرونية للانتشار مش قاعد كل يوم يصلب الكنيسة قاعد يشتغل السياسة الزلمة واجتماع نعم نفس الشي فريد هايك الخازن فريد هايك الخازن مجتمع مدني منه المجتمع مدني طبعا المرضى يعني اذا كان مش بس المرضى فاكستانوا افغانستان بكرة حكيوا عن انتخاب رح يقولوا هايدي سناء المسيحي لإسقال طيار المرضى انا ما بوافق طيار المرضى بهيدا الحديث مع انه بفهم خصوصية المرضى وبفهم اللي مرأوا فيه بالفترة الأخيرة ومحاولات يعني محاولات يمكن لا يعني فيه منافسة منازلة سياسية منازلة سياسية مش بس المرضى شايفين هالشي كمان بحسب السابينة عواس المشكلة مسعى فريق مسيحي لتفصيل قانون انتخابي على اياسه دون ترك اي مجل قوة مسيحية مستقلة ان يكون لها حضور مش صحيح مش صحيح هيدا الحكم لماذا يتم انا مني عم دافعوا علاقته بالقوات والطيار محدودة جدا ومني بطار الدفاع عنهم علاقته يمكن مع شخصيات سياسية مسيحية ومن علاقته مع القوات والطيار بس انا اللي عم قلك مش صحيح هيدا الحكي اذا عملوا حيالة انون القوات والطيار رح ياخدوا فيه اكبر حصة لانه عندهم اكبر شعبية يعني اذا عملوا حيالة انون رح ياخد المرضى ثلاث مقاعد يلي عنده اذا كتير كان قوي بياخد الرابع بيحيالة انون بياخد واحد رابع بالكورة لو عملوا حيالة انون ودى حزب الكتائب كيف ودى حزب الكتائب كيف المرضى رح ياخدوا باقصى حالتهم باقصى حالتهم القوات والطيار رح ياخدوا اربعين مقاعد لانه القوات والطيار مش معناتها لانه عملوا انون عقيازهم الكتائب كيف وضعهم الكتائب كوية بدون تحالفات الكتائب حزب عريق يوم عنا استطلاح طيب طالع فيه النائب ابراهيم كنعان الاول عنده 62 الف صوت وشيخ سامي ما في فرق 12 الف صوت ولكن بعض الكتائب والرغم من كل الهجوم يلي سار على الكتائب بعضهم الكتائب التاني بالمتن في القوات وفيه الطيار وفيه القومة وفيه ما بعرف مين ضده بالمتن وبعضهم الكتائب التاني تتوقع انه يخرق تخرق المقاعد الشعية هذه الانتخابات بغض النظر عن القانون ممكن يصير فيه انت لقوا من تجربة البلديات تخرق المقاعد الشعية نعم ولا ممكن وين الشخصيات الشعية المستقلة بدك انون تقدر يوصلهم عمليلي وان برسون وان فوت توصل للشخصيات الشعية إلا ما يوصل شخصيات الشعية هل ممكن يكون الحل بإعادة إحياء قصة مجلس الشيوخ؟ هذي عم نتلهها بالأشور إذا نحنا رحنا على مجلس الشيوخ يعني نحنا رايحين على مشروع طويل عريض بنا سنة لنضبطه وكهي نتضحك عا بعدنا خلينا نروح اليوم نعمل أنون ونعمل انتخابات على أساس هالأنون أو نصحح أنون الستين ونعمل انتخابات على أساسها يعني ما نكبر مثل ما بيقولوا الحجر بهذا المعنى ما نكبر الحجر ايه؟ مش عم نهرب يعني مثل واحد عم ترعاد دينتو بيروح بيكسر إجره بيشيكوش حتى ينسى دينتو هل هو بداية؟ معنا مطلب محق أنه يصير فعلنا مجلس الشيوخ خليكم فعلنا مجلس تمثيل للطوائف هل ما يجري اليوم هو بداية لما اعتبره إلي الحاج خطوة على طريق تعديل غير رسمي للطائف؟ لا أهما هو مش خطوة على تعديل رسمي للطائف هو بدأ بتنفيذ اتفاق الطائف لأنه مجلس الشيوخ يندرج ضمن إطار الطائف وساعتها منكون عم نطبق ما منعنا الاحتلال السوري عن تطبيقه خلال سنوات من الاحتلال بهذه الطريقة طبعا منعنا الاحتلال نطبق طائف وطبقوا عزوه وعمل مرسومة جنيسه ركب عشرين مقعد زيادة عن اللي يركبون بالطائف ومبرشوا وحطهم بمناطق ذات سال الإسلامي عملنا هذه المشكلة وخلى المسلمين يصيروا أسرى ما اكتسبوه المسلمين أسرى ما اكتسبوه اليوم تعيق اشتي لطيار المستقبل معه بيقلك لا بقت أشتنيهم هذا حق مكتسب صار إليه قليلوا للحزب تقدم الاشتراكة بدأ أشتك ثلاثة أربعة مقاعد بيقلك لا ما هوا صاروا حق مكتسب إليه السوري وضع المسلمين أسرى ما زنعهم ولكن إذا بدنا كمان نشوف الواقع كما هو نعم استاذ ربيع وأنت كمان خبير بالاستطلاعات وبالأرقام شو الغرض كان من نشر قبل فترة شهر تقريباً كل هذه الاستطلاعات التي تقول إن المسيحيين لا يتجوز عددهم 30% شو كان الهدف ودلت جريدة الأخبار فترة كل يوم تحط أرقام من هذه الاستطلاعات ما هي لأنهم بمعركتها مع الوزير جبران بسير ليندرج ضمن المعركة ورد عليهم من ذلك من أدوات المعركة ليست واقع لتعبر عن واقع؟ لا 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 أنا برفض هذا الشيء وفوتي على مئة ألف سايت برا واخدين أرقام من عندي وأنا أعني ما أقول عندي داتاباز فيني حطه على العلن ومين ما بده يجي يتفرج عليه وعندي يعد جي اي اس كمان جيوغرافيك انفورميشن سيستم ويقول ويقول إنه المسيحيين لازالوا بحوالي 35% مش مدون 30% ويلي بدوا يحكي هيك بكون هيدا البده ديمقراطية عددية ومش قبلين بقى بالديمقراطية التوافقية وبدوا ينقلب وبدوا ينقلب على التوافق بالبلد إذا ما فيه توافق بالبلد يعني ما فيه لبنان اليوم جريدة المستقبل لنختم هذا المحور تقول أيا تكون مقالات النقاش الموقف البديهي العام الذي يفترض بكل وطني لبناني عدم النزول تحت سقفه يستند إلى التمسك بالعيش المشترك الإسلام المسيحي ورفض الفراغ أداش يمكن التعويل هنا على دور للرئيس الحريري بإعادة وصل من قطع يعني الكثر عم بشبه الدور اللي عم بيلعبه اليوم رئيس الحريري بذلك الذي لعبه النقب وليد جنبلات قبل تبايدة البان في مدرسة اسمها مدرسة رفيق الحريري بلبنان هذه المدرسة عم بيكملها سعد الحريري بغض النظر نحن شو منفكر بالسياسة ولكن التجارب هيك أثبتت وقتها كان سباق رفيق الحريري وقال نحن وقفنا العدد شو يعني؟ يعني قال نحن بديمقراطية توافؤية حطوا شلا بصيروا المسيحية واحد بالمية أنا بدي أعطيهم نصف البلد نحن وياهم شركة وهلع عم بتبرهن جارية المستقبل اللي بتنطق باسم تيار المستقبل لأنه بعضهم ماشيين بنفس الخطأ واليوم عم قلك فيه شراكة واقعية بلشت الحلقة فيها بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشان عون قد تؤدي هذه الشراكة إلى إنقاذ البلد وتسقط جميع الزرائع التي تؤدي بالهلاك للبنان والسقوط إلى الهاوية بتأمل إنه ينضم إلى هذه الشراكة قريبا جدا السناء الشيعي وبتصور منه نبعد وسأتي كبيرة أنا يعني مني بموقع أحكي بهالموضيع يمكن ولكن سأتي بأنه الرئيس نبيه بره سيجد حل قريب بالسياسة مش بالتقنية المسألة ليست تقنية المسألة سياسية نعم ولقاء بين الترويكا خلينا نرجع نحية الترويكا أليس بإعادة إذا هيك الحل بلبنان فليكن خلي يطلعوا عند الرئيس الرئيس الحريري والرئيس بره وليكن ثلث وصل الرئيس سعد الحريري لأنه اثنين عندهم ساعة كاملة فيه ويعملوا ويدوزنوا حل بالسياسة مخرج سياسة بنخيل كل وبيل كل رئيس بره مين بكون لكن رئيس بره هو الكل بالكل الرئيس بره هو الكل بالكل وهو دايما ميزان الوطن الرئيس بره أخذ حروب دفاعا عن العالم بلبنان ولن يتوانى ولا لحظة أن يخذ حروب بالسياسة ويعمل مبادرات بالسياسة حتى يحافظ على لبنان متفائل أنا متفائل بالرئيس بره على طول خلينا ناخد بريك بعد مباشرة هيك سريعا بعد المواضيع الأخرى قبل ما هيك اخذ رأيك كمان بمبارح كان فيه مناظرة بفرنسا قبل الجولة التانية والنهائية للانتخابات الرئاسية كمان هيك رأيك بما ستقول إلهي الأمور نعود لمتابعة ما تبقى في هذه الحلقة أولا بدي أسألك بموضوع الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وغيرها هل ستتأثر أو تتأثر بالجوء المتأزم على السعيد السياسي أم أنه لكل موضوع سكته سقطت السلسلة مش لأنه اعترضوا بالشارع مش هيدا السبب سقطت السلسلة والموازنة سقطوا لأنه في عنا مشكلة حقيقة قطع الحساب بيه؟ بتمويله بقصة قطع الحساب كمان في مشكلة مخفية كله بينحال كله بينحال يلي صار أنه صار اجتماع ما بمجلس النواب في 11 ونصف لعنا ما في موازنة ما في سلسلة لأنه إقرار السلسلة يعني تدهور في الوضع المالي ما بيحمل البلد وإقرار الموازنة بغض النظر عن بعيدا عن السلسلة بشكل موقف ممكن أن يأتي إقرار الموازنة بعض حل بعض المشاكل بس أنا برأييه هلأ حلة ورجعي جماعي مجلس الوزراء إن شاء الله يكمل اليوم مجلس الوزراء شايف إنه ممكن تتساعد الأمور مباركة بمجلس الوزراء هلأ بس يطرحوا بنود القانون الانتخاب أو يطرحوا قانون الانتخاب على البحث يمكن تتفجر الجادسي مباركة يعني على طريقة اشتد يا أزمة تنفجري ولا تنفرجي؟ اشتد يا أزمة تنفجري ما بعرف إذا تنفرجي أنا مش شايف حلول لأنه الانتخاب هلأ مش شايف بكرة في حل لأنه يخشى هل في خوف من أن يكون مطلوب أن تأتي الحلول على الحيمة أمنيا؟ أنه أنا بتخوف أن يكون هيدا مقدمة للتغيير في النظام هذا السؤال يعني الوصول للمؤتمر التأسيسي؟ ممكن أن يكون وصول للمؤتمر التأسيسي لعقد جديد سياسي بالبلد من يريد هذا العقد اليوم؟ من يستفيد من زوال لبنان يمكن مثل ما عم بيصير بالفوعة وبما بعرف شو من تضبيط خرائط يمكن يكون من يصير فينا نفس الشيء لصمع هل ضروري يكون الهدف زوال لبنان أم استبدال فائد قوة السلاح بفائد قوة بالسياسة؟ بإطار تسويات على صعيد المنطقة؟ نعم 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 حكمت السنية السياسية البلد وكتبت بالدستور الطائف وكتبت برعاية سورية ومن 2007 إلى اليوم؟ من 2007 إلى اليوم؟ من يحكم البلد؟ من هو صاحب القرار النهائي؟ الشعية السياسية؟ مكتوبة شيء بالدستور؟ لا، إنه لازم تنكتب بالدستور؟ لكي تكتب بالدستور يمكن نحنا مش عم تحمل الطائف الشعية السرينة هيدا الموضوع ولكن قد تكون أحد أسباب الأزمة هي هذه الأزمة هي هيدا المعضل اليوم قد تكون همجرب حلل أنا نعم إذا كان لو فرضنا أنه في مخطط لأجل هذا الأمر من خارج لبنان هل بقدرة اللبنانيين أن يسحبوا المبادرة ويستعيدوها إلى الداخل؟ قدرة الممانعة لدى اللبنانيين مسموح لديهم أما منوع عليهم؟ هنس أسياد نفسهم اللبنانيين إذا كانوا هن متفقين بينهم وبين حالهم ما حدا ميغير هيدا الشيء مثل ما صار وقت انتخاب الرئيس عون؟ واتصار بين الرئيس عون أحرج الجميع فانتخب العماد عون رئيس أحرج الجميع أم أنه كمان رئيس الحريري انتزع المبادرة؟ رئيس الحريري هو المحرك الرئيسي لانتخاب العماد عون وهو الذي أحرج الجميع اليوم مين ممكن يحرج الجميع؟ سعد الحريري أحرج الجميع فانتخب ميشيل عون رئيسي اليوم مين ممكن يحرج الجميع؟ وكان الحل الوحيد نرجع ريما نرجع على قصة الانتخابات بعد معنا تقريبا ثلاث تقايق هيك سريعا بالنسبة لانتخابات فرنسا مبارح كان آخر مناظرة بين المرشحين لوبين وماكرون الأوريان الجوليون بالافتتاحية عنوانية مناخ المناظرة يميل إلى الشجار من هالعنوان فينا نقول أنه على المنخار الانتخابات بفرنسا أم أن كفة الميزان ترجح أحدهم بشكل واضح برأيك؟ قبل بليلة من الانتخابات الرئيسية بأمريكا بيعملوا بسفارة الأمريكية إليكشنز مانت بيضعوا 200-300 شخصية من يلي بيتعاطوا بالانتخابات والنواب والسياسيين ونطلع وحطهم ستاتيوه لترامب وواحد لكلينتون نعم وكلوا تصوروا مع هلري رحت أنا تصورت مع ترامب قالوا لي ليه؟ قالت لهم لأنه أنه ستكون الرئيسية الأمريكية قال ليه عن تقول هيك؟ ما خلص طلع هلري وكل الاستطلاعات بتقول كان أنا عندي سببين السبب الأول أنه الناخبين المتحيرين هن 12% و13% مش واضح بالاستطلاعات لم يرح بيصوته قالوا غير واضحين أرادوا التغيير والتغيير لا يكتم قالوا أنه التطرف هو الذي يقترع بحالقيم التطرف هو الذي يقترع أنا عندي مثل هيك شبه أناعة ومش قارئ استطلعت بوقتك أنت قارئ استطلعت ما بقرة كتير منيح فرنساوي بقرة منيح كتير منيح إنجليزي يسهل علي التحليل للأرقام أنا هلأ عندي مثل أناعة أنه التطرف سيقترع في فرنسا يعني لوبين؟ ستفوز لوبين في هذه الانتخابة لأنه التطرف هو الذي سيقترع وتتجه جميع البلدان باتجاه الأصولية ولكن الفارق بين فرنسا والولايات المتحدة أن فرنسا فيها جزء كبير من العرب المجنسين الذين سينتخبون ماكرو ولكن بقدر إجزم لك أن لوبين ستكون هي الفائز لأن الفرنسيين الأصليين سينتخبون لوبين يعني هون التطرف أقوى من كل الاتجاهات السياسية بفرنسا اللي أعلن الدعم ماكرو التطرف هو الناخب الأقوى في كل أوروبا وأماكن ما هو الدرس الذي يمكن استخلاصه من نتائج الجولة الأولى بفرنسا يلي أسقطت الأحزاب التقليدية؟ الدرس يلي أنه كمان ننتخب التطرف ننتخب التطرف ولكن ماكرو أتى من خارج هذا المشهد مشهد للأحزاب أنا عم بقول لوبين عم بحكي عن لوبين أنا مش عم بحكي عن ماكرو يعني الصدفة أو صلوته أم أن العالم بحاجة للتغيير فعلا؟ العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة كلنا متفقين على هذا الموضوع ونحنا يمكن بلشت بأشكال مختلفة بالإرهاب وهيكو تبلش عادة الحروب الكبرى بقلاقل بكل أنحاء العالم وعندنا أكتر من أزمة حول هذه القرى الأرضية تبشر بالأسوأ والتطرف وسيد المواقف برجع برجعك عن نفس المطرة أستاذ ربيع الهبر نشر موقع لبانون فايلز ومدير عام شركة ستاتيستيكس لبانون بهالخلاصة ممكن وصلنا لختام وقتنا أيضا شكرا جزيلا لحضورك أهلا وسهلا فيك شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء